اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بالمتابعين والمشتركين في فيديو مهم جدا عن اخر اخبار الزلازل وخصوصا الدول العربية وما يحدث في العالم قبل ما نبدأ بفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس ويا ريت نعمل لايك وشير زي ما انتم شايفين كده قدامكم على موقع اسمه الغد بتكلم على ان النهاردة او خلال ال 24 ساعة الاخيرة سوريا سجلت 39 هزة ارتدادية حد يقول لي احنا ما اسمعناش بالموضوع او حتى لو حصل فالهزة ضعيفة يا جماعة طالما فيه هزة ارتدادية يبقى لسه فيه نشاط زلزالي في المنطقة فمش بعيد نسمع عن هزات او زلازل في الفترة اللي جاي ده لا نتمنى ولكن هو ده الواقع للأسف اديكم شايفين كده على موقع الغد كتبين اعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا ان عدد الهزات الارتدادية التي سجلت خلال ال 24 ساعة الماضية وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الاثنين بلغ 39 هزة ضعيفة وذكر المركز الوطني للزلازل في بيان ان محطات الشبكة الوطنية للرصد سجلت هزة ارضية شمال غرب اللذقية كان عمكا على 33 كيلو بلغت 3.2 درجة على مكياس رختر وهزة في شرق مدينة الحسكة 56 كيلو بقوة 3 درجات وهزة شمال غرب تدمر 76 كيلو بقوة 82 من 10 هزات اه بسيطة ولكن لغاية دلوقتي الارض بتغلي ولسه فيه زلازل وهزات ارتدادية بالرغم ان الزلازل الكبير كان يعني قرب على شهر ونصة هو ده الكلام ده يعني يوم 6 اتنين اللي فات والغاية دلوقتي لسه فيه هزات ارتدادية معنى كده ان فيه لسه نشاط ولسه الارض ما هديتش واضاف المركز انه تم تسجيل 20 هزة ارضية في لواء اسكندرون بقوة 1.5 و4 درجات 4 درجات ده مش قليل على مكياس رختر و16 هزة في البر التركي ما بين 2.1 من 10 و4 و8 و10 درجة وكانت ادارة الكوارس والطوارئ التركية افاد قالت النهاردة ان فيه مناطق فيه ولايتين في هتاي وملاطيا اتعرضوا لعدة هزات ارضية النهاردة الصبح وصلت شدتها الاربعة وسبعة على مكياس رختر وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل فيه الخبر التاني اللي معانا اللي بيخص دولة تركيا وقادي الخبر التاني وهو قدام حضراتكم برضو لسه نازل النهاردة بيتكلم عن 3 هزات التدادية تضرب جنوب تركيا لغاية دلوقتي الهزات موجودة ومش قليل النهاردة حصل 3 هزات من 4 لغاية 5 رختر تقريبا يعني 4 وسبعة 4 وثمانية يعني ونقدر نقول 5 رختر اكدت ادارة الكوارس والطوارئ التركية افاد النهاردة ان فيه ولايتين او منطقتين موجودين في هتاي وملاطيا اتعرضوا لهزات ارضية الصبح وصلت شدتها الاربعة وسبعة من عشر على مكياس رختر وحصلت الهزة دي الساعة 5.23 بالتوقيت المحلي برضو على الفجر يعني للأسف الهزات دي بتحصل دايما عندهم في الفجر على عمك 11 كيلو طالما قلنا 11 كيلو او العمك قليل معنى كده ان الهزة بتكون محسوسة وجمدة كما تعرضت منطقة اسمها بوتورجا بولاية ملاطيا الهزتين ارضيتين واحدة بكوة اربعة ونص درجة الساعة اربعة الفجر وعلى عمك 8 كيلو شفتوا العمك قليل ازاي والهزة التانية كانت بكوة برضو اربعة ونص حصلت بعدها باقل من ساعة الساعة 5.13 دقيقة بالتوقيت المحلي وعلى عمك 10 كيلو برضو قريب جدا من الارض فكل ما يكون العمك قليل كل ما الاحساس بالهزات يكون شديد لغد الوقتي على حسب ما الخبر كاتب بتأتي هذه الهزات الارتدادية عقب زلزالين مدمرين دربوا جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة سبعة وسبعة وسبعة وستة في ستة فبراير اللي فات وتبعت هما الاف الهزات الارتدادية العنيفة لغد الوقتي لسه فيه هزاته هاديكم شايفين سوريا حصل فيها تسعة وتلاتين هزة ارتدادية في اخر اربعة وعشرين ساعة اما تركيا حصل فيها برضو اكتر من تسعة وتلاتين ولكن المهم هما التلات هزات الارتداديين اللي هما كانوا جبار اول نهاردة في هطاي وملاطيا فربنا يسطر الفترة اللي جاية برضو نستخد حزارها خصوصا في سوريا وفي تركيا لسه الخطر موجود طالما لسه فيه نشاط زلزالي وفيه تحرك في الكش الارضية لسه ما فيش اماني وزي ما حضراتكم شايفين كده معايا على خريطة الزلازل لسه ما فيش بنتكلم عن الخور او من ست دقايق تقريبا زي ما انتوا شايفين هنا كده حصل زلزال في تركيا او هزة ارتدادية ومن قبلها باثنشر دقيقة في هزة ارتدادية اخرى اما او هزات ضعيفة ولكن لسه فيه هزات موجودة لغاية دلوقتي في تركيا بتحصل والغاية دلوقتي يعني الوضع لسه ما فيش اي نوع من الاتمئنين فبرضو فيه خوف على تركيا وخوف على سوريا في الايام اللي جاء نتمنى الموضوع يتحل بسرعة وما يحصلش اي حاجة النهاردة برضو من ضمن الحاجات اللي حصلت زلازل قوية في بيرو في امريكا الجنوبية امريكا الجنوبية زي ما انتوا شايفين هنا كده وقادي دي دولة بيرو هنا في الحتة دي كده حصل زلزال بقوة خمسة اه وعشرة يعني خمسة خمس درجات واحد من عشر على مكياس رختر وده برضو زلزال كبير زي ما انتوا شايفين خمس درجات ده مش قليل في دولة بيرو في امريكا الجنوبية ومن الواضح ان فيه نشاط زلزالي او فيه نشاط هنا زي ما انتوا شايفين في المناطق دي على الساحل الغربي من امريكا الجنوبية وحتى كمان على الساحل الغربي في امريكا او امريكا الشمالية اديكوا شايفين كمية الهزات الموجودة على الساحل هنا وخصوصا ناحية الكريبي اهون تحت المكسيك هنا فيه كتير جدا وهنا فيه عشرة زلازل حصلوا في المكسيك النهاردة ممكن يكونوا خفاف ولكن حصلوا اما في نوس انجلس امريكا برضو فيه اكتر من عشرين هزة ارتدادية او عشرين زلزال ممكن من الخفيف للمتوسط يعني برضو لسه فيه نشاط كبير جدا ناحية امريكا ربنا يصل الفترة اللي جاية على الناس اللي سكنة هناك وخصوصا من الجليات العربية من اي نوع من الانشطة الزلزالية وخصوصا امريكا اليومين دول بتواجه كوارث طبيعية مش بس اه مشاكل او الخوف من الزلازل ولكن من الاعصير والكوارث الطبيعية زي اعصار اللي حاصل اليوم دي في كاليفورنيا اه كمان من ضمن الحاجات برضو اللي هنتكلم عنها في الزلازل في اليابان حصل اه زلزال النهاردة لسه من حوالي 57 دقيقة 3 درجات على مكياس رختر وده خلينا نروح شوية على اسيا زي ما انتم شايفين برضو ناحية المحيط الهادي فيه نشاط كبير جدا زلزالي موجود خصوصا ناحية اليابان او كوريا الجنوبية وطبعا معروفة جدا اندونيسيا والجزر اللي موجودة فوق استراليا دايما بيبقى فيها مشاكل ونفس النظام في الخط اللي موجود بين الهند والصين ومنغوليا وكزاخستان وباكستان والناس دول برضو فيه هنا نشاط زلزالي واضح موجود ولكن النشاط الاعظم للزلازل لغاية دلوقتي متمركز في تركيا اكتر من 100 هزة ارضية حصلوا في اخر 24 ساعة ما بين تركيا وسوريا وبرضو من نسبة للقرى العجوز اكتر الدول اللي بتواجه برضو نشاط زلزالي كبير هي دولة ايطاليا اما من ناحية الشمالية زي ما انتم شايفين ناحية فنلندا والسويد دول اللي موجودة هنا فنلندا والسويد والدنمارك وكلام دول الدول اسكندنفية برضو فيها بعض الزلازل الضعيفة ممكن نقول بسيطة جدا ما تتحسش ولكن برضو فيه انشاطة طبيعية هي موجودة في الاماكن دي ده طبيعي اصلا بتاع العالم ولكن الناس بتبتدي تقلق فبتخاف اما ناحية المغرب فتمامتوا شايفين فيه كم هزة ارضية كده موجودة في شمال المغرب بسيطة جدا مش كبيرة مثلا اتنين درجة في شمال المغرب في بلد الموجودة هنا قرب بلد مليلة التابعة للحكومة الاسبانية وفيه زلزال في البحر متوسط قرب المغرب زي ما انتم شايفين برضو على مكياس اتنين درجة على مكياس ريخترو في اسبانيا ايضا فيه بعض الزلازل البسيطة بس لسه برضو فيه نشاط زلزال في اسبانيا ونحية فرنسا او جنوب فرنسا فلسه العالم برضو بيواجه انشطة زلزالية كتيرة جدا ولكن من اكبر الزلازل اللي حصل النهاردة هو الزلزال اللي حصل في بيرو خمس درجات وايضا زلزال تاني حصل فيه دولة موجودة هنا في اسمها موجودة في المحيط الهادي تقريبا زي ما انتم شايفين جزيرة اربعة واثنين من عشرة مع مكياس ريختر ده برضو موجود على الخارطة الزلزالية وفي المكسيك برضو حصل اربعة وثلاثة من عشرة ده برضو مش قليل على مكياس ريختر زي ما قلت لكم المكسيك ودول امريكا الجنوبية وامريكا الشمالية من الناحية الغربية بتواجه نشاط زلزالي غير عادي كتير شوية اكتر من المعروف وفي نيوزلندا برضو حصل النهاردة تلاتة وستة من عشرة في زلزال حصل هناك ممكن بالنسبة لهم ده عادي برضو اه وبردو في تركيا كتير جدا زي ما انتم شايفين بتحصل هزازل تدادية كبيرة جدا من من اول اتنين درجة لغاية اربعة ونص زي ما قلنا في الخبر من شوية فيا ربنا ريسوا ان شاء الله ما حصلش اي مشاكل في اي دولة عربية زي ما انتم شايفين الدولة العربية هنا اي دي من اماكن الدولة العربية ما فيش اي نشاط زلزال واضحة غير المغرب بس في ناحية الشمالية فيها كم زلزال خفيف جدا مش حاجة كبيرة يعني فالحمد لله ما فيش اي مشكلة غير بس على سوريا اي اللي فيها مشاكل طبعا لقربها من تركيا فده مؤثر عليها بناحية او باخرى فنتمنى طبعا السلام لكل الدولة العربية ان شاء الله وقلاص داخلين على الشهر الفضيل فنتمنى ما نسمعش اي اخبار وحشة عشان نقضي الشهر ده في خير وسلام وبركة بازن الله على كل الناس في كل انحاء العالم شكرا اشوفكم بخير في فيديو جديد على قناة مساء الاخبار ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ويا ريت نعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد